الموتسيكلات في شوارعنا أصبحت أكثر عدداً من المرة ولما لا؟ فالموتسيكل الصيني يمكن شراؤه بمقدم 500 جنيه وبقصة شهري لا يتعدى المئة جنيه وأغلبها يسير بدون لوحات معدنية وهو ما تسبب في زيادة معدلات السرقة ضد المواطنين بيسرق السيدات بالشونة يعني كل ماشي وبيجري مشهد الحقيق عمره نحن شايفين أن معظم الموتسيكلات الماشية دلوقتي مش مترخصة شوف تكنين كانوا راكبين الموتسيكل في ميدانة قومية خلوا سيدة طلعة من شغلها ونتشوا الشنطة منها وطلعوا يجروا ما بيخلاش يوم ما بيحصل منه حوالي السرقة بالموتسيكلات دي وبعد تكرار استخدامها في عيدة جرائم سواء سرقات أو اغتيالات شنت وزارة الداخلية حرباً على دراجات البخارية الصيني حيث بدأت مدريات الأمن على مستوى الجمهورية لانتشار السريع على الطرق العامة عن طريق مجموعات من الأكمنة والنقاط الأمنية وحملات متحركة لضبط دراجات البخارية ووصلا معدل الضبط في اليوم الواحد إلى أكثر من خمسمائة دراجة بخارية غير مرخصة زباطنا في الفترة الأخيرة حوالي 4500 دراجة بخارية بدون لوحات وكلها مزبوطة ويتم عرضها عن نيابة ويدفع الغرامة المقرارة ويقوم بعد كده بعمل الترخيص الحملات التي شنتها وزارة الداخلية شملت أيضاً القفضة على عدة تشكيلات عصبية لسرقة الموتوسيكلات والذين يقومون ببايعها لارتكاب الجرائم المختلفة بها والهروب دون تواصل إلى هويتهم إضافة لحضر استيرادها أملاً في القضاء على بلطقة الموتوسيكلات وإعادة الوجه الحضاري اللائق لبلادنا اشتركوا في القناة